طبعاً أنتوا تعرفون يعني الزمن اللي قاعدة نعيش فيه الآن والأحداث اللي قاعدة نعيش فيها الناس اليوم مهمومة مهمومة بالجانب الصحي وقاعد تابع الأخبار أو هالبهول وكذلك مهمومة في الجانب الاجتماعي ولذلك يعني جميل أن الواحد يشوف السيرة النبوية شنو فيها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المرض أو كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الهم الصحي وبنفس الوقت كيف تعامل مع الهم الاجتماعي ولذلك أنا حضرت لكم اليوم يعني بعض القصص اللي راح أقراها لكم وعرضها عليكم ونشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الهم وخاصة اليوم الناس في خوف وفي هلع وشايفين الدنيا يعني كانها كرة الثلج قاعدة تمشي وقاعدة تكبر شوي 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 وبالتالي نحتاج نوع من الأمان والاطمئنان والجانب الإيماني مهم جدا في علاج أي مشكلة تواجهنا في الحياة ناخذ القصة الأولى يرويها أبو هرية رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك به يعني مريض ومتألم من هذا المرض فالنبي صلى الله عليه وسلم زار هذا المريض طيب ش اللي صار شوفوا معي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا المريض قاعد يتأوه وقاعد يتألم وتعبان من هذا المرض فش قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر شوفوا أول كلمة أبشر مع أنها هي أزمة ومصيبة ومرض وهم صحي لكن أبشر شوفوا أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حضه من النار في الآخرة يعني شلو معناها الكلام معناته أنه أي هم الإنسان يهتم في يعتبر هذا مساحة من المساحات يعني مساحة للذنوب مساحة أي يعني مكفرات فأي إنسان يدخل في ابتلاء يدخل في أزمة يدخل في هم يعني حتى أنه في ورد في الأثر إن من الذنوب ذنوب لا تكفرها إلا الهموم الإنسان لم يكون مهموم ويفكر في أشياء معينة هذا الهم لا شك أن له آثار إيجابية من ضمن الآثار إيجابية مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان قاعد يخفف من العذاب يوم القيامة لو قدر الله عز وجل وكتب له العذاب على تقصيره أو على المعاصي أو المنكرات أو على أعماله ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلينا ندخل بنفسية البشارة بشارة خير حتى لو كان الهم مرضي حتى لو كان الهم هذا هم مرضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة